طبعا شاشة رمضان بتاخدنا بقى لأعمال كتير جدا ضيفي هو الفنان طارق النهري والحقيقة الفنان الكبير طارق النهري التقيته رمضان اللي فات كان رجل طيب كده والشر على قده لكن السنة دي قرر انه ينزل بكل الشر يعني قالك اذا كنت فكريني طيب لا تعالوا بقى في المعلم عامل دور حلوة جدا مع الفنان الكبير مصطفى شعبان وفي جودر غلبان جدا طيب غلبان وحنشوف ايه اللي هيحصل الفنان طارق النهري منورني كل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيبين خلاص احنا بقى عندنا معات سنوي مع بعض هنا يعني نعرف ايه اللي بيحصل اكيد طيب انت يعني من جعفر العمدة يعني كان عندك شر بس ايه كنت برضو منكسر من ولادك من اللي بيحصل لكن قررت تبقى انت شرير في المعلم هي تغييرة طبعا جميلة جدا استفزتني ان انا اغير شكلا وموضوعا وكل حاجة في التغييرة ديت احنا تعودنا الشرير تلاقي ده انا شنب ومش عارف عامل ازاي صح صح ووشه لا انا اقول لهم لا انا عايز اغير الملامح تماما وراجل مسابسب وجميل وبتاع ستات وبيدلع وبيدلع فالمخرج هو والاستاذ عمر درديلي المؤلف يعني مرقص عادل او المؤلف اجتمعنا على حاجة واحدة وعلى الحالة والحمد لله ان احنا طلعنا بيها بالشكل ده وقت يعني الحمد لله فكرة بقى تجارة السمك والعالم بقى اللي انتوا معايشيننا فيه يعني امكان ده برضو عالم جديد وحلو في الدراما عامل صورة حلوة قوي قوي اكيد فلمني عن كواليس بقى المعلم طبعا هي حكاية سوق السمك من زمان من فترة انا بحب الصيد جدا فبيستهويني جدا السمك وصيد السمك وكده فلما جات الفرصة بقى ودخلت بقى نعمل سوق السمك فبدأت استمتع بان انا قاعد مع الولاد احنا جايبين الناس بجد من حلقة السمك وسمك بجد ونقعد متناقش في انواع السمك وحكته وحالته انما دراميا الموضوع سري جدا شعبيا واجتماعيا فلاقينا في الحاجة زي بيقولك الضالة المنشودة اللي احنا اعيزينها يعني سواء الشركة المنتجة او الاستاذ مصطفى شعبان والمؤلف عمر درديري واحمد الشواف وكده والمخرج مرء سعادل اجتمعوا على حدوتة وتوليفة هيلقوا فيها صراء شديد جدا في العلاقات الدرامية في الصراعات في الشر في الخير في الصورة كمان رائعة والصورة طبعا يعني انا مش قادر انسى محمد خالد والمجهود اللي عملوا عشان يطلع الصورة الجميلة دي بجد انا عايز اقولك انا استمتعت مع الناس دي لانهم مجموعة كبيرة جدا فعلا كفاحنا كفاح عصيب جدا وكنا بنبات ليالي في الاستوديو ايو عشان يطلع الشغل بهذه الجوزر طيب خلينا كده يعني نشوف من تجارة السمك فصل وحرجع للملك بيناس بيناس بقى ده قصة تانية في جوزر نشوف كده مع الفنان طارق النهلي فصل قصير واضح ان الفنان طارق النهري قرر ينافس نفسه كمان سنة دي في رمضان وجودك في اكتر من عمل طبعا مرهق اكيد عليك جدا بس برضو اختلافهم بيدي يعني بيديك احساق جودر بقى انت في عالم الفانتازيا والخيال ده شيء مبهر وشيء جميل ومخرج عبقري وكتابة انور عبد المغيس الجميلة فنان ياسر جلال الشركة المنتجة اللي ما بخالتش في حاجة خالص عشان تطلع الصورة بالشكل الجميل ده عمل يعني احنا صورت انا صورت في ثلاثة ايام بس كانوا هلاك طبعا ونور عملت شغل الحقيقة يعني عزبتك جميلة جميلة فنانة عبقرية جدا عملت دور هاير شريرة بس قوية يعني هو المسلسل ككل بيرجعنا للدراما المصرية القوية او التقيلة الجميلة فانا استمتعت بي الديكورات استيستر بتديك الايحاء فعلا انك في اجواء خيالية ملك وفي اجواء خيالية وجن وعفريت وحاجة كده والاضاءة وحركة الكاميرا لا بجد كان كل العناصر متألفة على انها تطلع احنا بنشوف مشهد من تعذيبك طبعا المشهد ده مشهد فضيع انا خدت فيه ثلاث كرابيك بجد حقيقية اه لو كنت فيها يعني نور عندها القوة دي لا هي غصبا عنها لان هي ما بتستخدمش ايدها الشمال قوي اه فكانت لما بتضرب فغصبا عنها بينزل على جسمي بجد فكنت بس رخ سرخة عالية جدا دي اللي كان بتبقى الضرب بجد دي حقيقية حقيقية من الوجع بس الحمد لله عدت على خير يعني يعني وبعدها تاخد بريك بقى ترتاح يعني مفيش بريكات ده لقى الثلاث يام وإحنا بالمنظر اللي انت حاضرك شايفه ده واولا الماكير كان عبقري طبعا اللي عمل التركاج بتاع الرجلين طبعا هي تبقى جيس وصخر لا 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 كل حاجة كانت مدروسة وبتتعمل صح وده كمان بيحضرك انت كممثل للحالة انك تدخل في ديكور حقيقي فانت بقيت الملك فعلا يعني جزء من انه يحضرك انت شخصية اللي بقى صخرة ومش عارف يتحرك ومش عارف يعني وشوفي تكربة الشعر ايو احنا معرفناكش في الاول على فكرة لا طبعا فيه فيه اتقان علي المستوى والتركاج اللي اتعمل عشان يجيبه الطائر دوت ونور تركب عليه لا حدوتها جميلة جدا وشيء انا سعيد بان انا اشتركت في العمل ده اكيد اللي هو احسس كمان الاعمال اللي فيها اتقان وفيها انتاج ضخم بتبقى حسس انه جميل ان انا ليا دور ومشاركة هنا وبتحس بتاع من النجاح وانت في لحظتها فعلا يعني انا واحنا بنصور قلت الي ياسر جاءت له احنا المسلسل ده هيبقى عمقري اه ده حقيقة واضح يعني الحقيقة الوقت طبعا لانه بيجري جدا لكن انا يعني ما حييك تاني على النجاح العام التالي على التوالي الحمد وتحب تقول ايه بقى لدورك في جعفر العمدة انت انتصرت لدورك بيعني خد حقك في المعلم لا انا عايز اقول ان الاستاذ محمد سامي المخرج اهلني نفسيا بعد فترة توقف طويلة ايه ان انا ارجع بقوة طارق الممثل اه الا انا كنت افتقدتها فتراتها انت حستها في المعلم اه طبعا حسيت بقى لأ خصوصا انك نجحت كمان في جعفر العمدة فكنت داخل المعلم بقى خلاص يعني اتأهلت فعلا والدكتور مرقص كمل معايا في الشغل ده لا انا السنة دي الحمد لله ربنا كرمني بتلات اعمال والسنة اللي فاتت تلات اعمال الحمد لله رب العالمين بجد انا سعيد جدا ان انا تحطيت في مكانة حلوية اكيد ان شاء الله نرجع نلتقي تاني ونتكلم اكتر بتفاصيل وبقول لك كل سنة وانت طيب ودايما منور والدراما حلوة بكل الفئات اللي بتقدم الاعمال الجميلة انا عايز اقول لك كل سنة وانت طيبين والتلفزيون العربي كل سنة وهو طيب والشعوب العربية كلها وشعب مصر بالاخص بقول لك كل سنة وانت طيبين وعيد فطر مبارك ان شاء الله ان شاء الله كل سنة وانت طيب كده وصلنا الى نهاية لقاءنا النهار ده غدا هيتجدد اللقاء معاكم مع التاسعة اما انا باذن الله حلقاكم بقى بعد العيد اكيد باذن الله كل سنة وانتم طيبين وبالفة الكفير